موسيقى الربيع عصر بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت جيري نيتشم والنشر إخبارية جديدة من النيل أهلا بكم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجد اليوم إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي اختتمت فعاليات تدريب المصري السعودي المشترك تابوك أربعة الذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية في نطاق المنطقة الجنوبية السعودية وذلك بمشاركة مراقبين من عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة تضمنت المرحلة الختمية لتدريب قيم القوات بتنفيذ عملية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية وإعادة الحياة إلى طبيعتها وتنفيذ رميات مشتركة بالذخيرات الحية ترجمة نانسي قنقر اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك أربعة والذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تضمنت المرحلة الختمية للتدريب قيم القوات بتنفيذ عملية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية بدأت المرحلة بقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع الجوي وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية كما تم دفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على العبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام وقامت القوات بحصار وتأمين المباني الحيوية وعزل العناصر الإرهابية وتنفيذ عملية الاقتحام لتطهير البؤرة الإرهابية والسيطرة على المنطقة والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها كما تم دفع العناصر الميكانيكية لمطاردة العناصر الإرهابية الهاربة في اتجاه المناطق الجبلية والضعاء عليها بمعاونة مدفعية الرمي المباشر والغير مباشر وتنفيذ رميات بالذخيرة الحية لمختلف القوات المنفذة ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مهارات ميدانية وقتالية عالية والدقة في إصابة الأهداف وتدميرها واسترعى في تنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين باستخدام أحدث وسائل القيادة والسيطرة وفي نهاية المرحلة نقل مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المنفذة مؤكدا على عمق العلاقات العسكرية المصرية السعودية ومشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين القوات لتحقيق كافة الأهداف المخططة للتدريب تابوك أربعة في ظل تطور حجم وطبيعة العمليات الإرهابية والتحديات الحالية بالمنطقة من جانبه نقل اللواء الركن أحمد عبدالله المقرن نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية تحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقوات المشاركة في التدريب مشيدا بالجهد المبذول والمستوى المتميز وقدراتهم على تنفيذ المهام القتالية المطلوبة نهارا وليلا بدقة وكفاءة عالية حاضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة موسيقى وللمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز للتطلاع الأسبق قصية اللواء إذن أهمية هذه التدريبات العسكرية بالطبع وتبادل الخبرات والفائدة التي تعود على القوات المسلحة سواء المصرية وأيضا السعودية يعني هذا التدريب تبوك أربعة وأحد آليات التي تفاعل التعاون بين كلا الدولتين وكلا الجيشين المصري والسعودي وخاصة في مواجهة الإرهاب ده قوات برية تتدرب على أرضنا في المنطقة الجنوبية العسكرية بتتعاون مع القوات الجوية بيختتم هذا التمرين أو التدريب بين القواتين بتمرين بالزخيرة الحية وده أرقى مراحل التدريب إنهم بيقضوا على بقرة إرهابية في أحد المناطق النائية كلا القواتين بيعملوا معا في تعاون واحد بيتبادلوا في كل المفاهيم مع بعض كل الأفكار الجديدة التدريب بتاعهم هنا بيطبقوا كل ما تعلموا خلال الفترة اللي فاتت في هذا التمرين اللي هو بينتهي بالزخيرة الحية وبالتالي بيرفع مستوى كلا الجانبين الزكار السعودي أو المصري بيوضيف إلى قدراتهم القتالية قدرات جديدة وكفاءة جديدة وفي النهاية بنقول بيصب في صالح كلا القواتين وفي صالح تأمين بلدنا والحفاظ على أبنائنا القومي العربي لكلا الجولات بشكرك سيادة اللواء ناصر إساليم رئيس جهاز الإصطلاع الأسبق كنت متحدثا إلينا من القاهرة عاد إلى القاهرة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد مشاركته في مؤتمر رؤاساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب والمنظمات المتطرفة الذي اشتضفته العاصمة الأمريكية واشنطن بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تناول المؤتمر العديد من القضايا التي تتعلق بموضوعات مكافحة الإرهاب حيث تم استعراض نتائج العملية الشاملة سيناء 2018 في بعديها العسكري والتنموية كما نقش المؤتمر جهود التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتبادل المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والجهود المشتركة للقضاء على الإرهاب في ظل تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على رعاية مبادرة صوتك مسموع التي تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام وفتح قنوى التواصل بين المواطنين والإدارة المحلية والتحرك السريع لحل مشكلتهم وأكد مدبولي أن المبادرة تكسيد لنهج الحكومة في التواصل مع المواطنين تنفيذاً للتكلفات الدائمة للرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستماع إلى متطلبات المواطنين لافتاً إلى أن المبادرة تتماشى مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 كان رئيس مجلس الوزراء قد قال خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس إنه ستكون هناك اجتماعة لكل محافظ مع رئيس الجمهورية ليعرض كل محافظ التحديات التي تواجهه ورؤيته وجهوده لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين أشهد المشاركون في ملتقى سنتي كاترين للسلام العالمي بدور مصر في محاربة الإرهاب وشددوا على أن هذه الظاهرة لا دين لها ولا وطن ويجب تكتف المجتمع الدولي في التصدي لها وعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من دير سنتي كاترين ظهر اليوم مثاقة سنتي كاترين للسلام العالمي خلال ختام فعاليات الملتقى حيث اتفق الحاضرون على أن رسالة جميع الأديان هي السلام وأنه لا أمن ولا استقرار للعالم إلا بسلام عادل وشامل للجميع أن الأرهاب خطأ داهم عابع للحدود والقارات ولا أحد بمنأ عن شره وأنه يأكل داعميه ومموليه وحاضنيه وأن أي دعم مادي أو معنوي لقوى الشر والظلام وجماعات الأرهاب إنما هو عدوان على الإنسانية جمعاء ولا بد من أرادة دولية وإنسانية جادة وحاسمة في القضاء على قوى الشر والظلام والأرهاب تخليصا للإنسانية جمعاء من شر الأرهاب والأرهابيين في الصيق الذاتي أكد ميثاق سنتي كاتريل للسلام العالمي أن رسالة جميع الأديان هي السلام كما شدد على أهمية السلام الاجتماعي القائم على مبدأ المواطنة المتكافئة يؤكد المجتمعون على أن رسالة جميع الأديان هي السلام وأنه لا أمن ولا استقرار للعالم إلا بسلام عادل وشامل للجميع ثانيا أن السلام العادل يقتضح طوام آدمية الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه أو لغتها ثالثا يؤكد الملتقى على أهمية السلام الاجتماعي القائم على مبدأ المواطنة المتكافئة رابعا أن الأرهاب لا دين له ولا وطن له بل هو خطأ داهم على الإنسانية جمعا وللمزيد من المتابعين ينضموا إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الآزر الشريف دكتور إبراهيم في ظل التحديات المتعددة سواء على صعيد مكفحة الإرهاب وأيضا انتشار بعض الأفقار المتطرفة والمغلوطة كيف تسم هذه المتقيات في محاربة مثل هذه الظواهر الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين وعلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين بداية تحية لحضرتك والمشاهديك الكرام في كل مكان بالتأكيد نحن في مصر نحتاج إلى المزيد والمزيد من مثل هذه اللقاءات والمواثيق التي نصدرها للدنيا بأسرها لكي يتأكد العالم من حولنا أن مصر حين تتحرف من خلال علماء الأظهر ورجال الكنيسة ومن خلال احترامها واحتضانها للأديان السماوية أو لما نطلق عليه مفهوم الديانات الإبراهيمية الإسلام والمسيحية واليهودية فهي رسالة من مصر الأظهر ومن مصر الكنيسة ومن مصر المعبد أيضا إلى أننا نستوعب بهذا الوطن جميع المختلفين وأن ما قام به معالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد جمعة يعد نبراسا لهذه الأمة حين يخرج علينا ويؤكد على أن احترام إنسانية الإنسان هو الهدف الثامي الذي من أجله رفعنا نحن المؤمنين بالأديان راية السلام وليست الاستثلام راية التعايش المسترك راية التعددية والتنوع راية الأوطان والاحتكام لدولة القانون بشكرك دكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأظهر الشريف كنت متحدثا معنا من القاهرة أصيب سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم اليوم في فعالية الجمعة الثلاثين من مسيرات العودة على حدود قطاع غزة تحت عنوان غزة تنطفض والضفة تلتحب كانت قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزات عسكرية من قوات المضرهات على امتداد الحدود مع قطاع غزة بعد يوم من تدمير صاروخ فلسطيني لمنزل في جنوب إسرائيل كان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط ناكولاي ميلادينوف قد حذر خلال كلمة له أمام مجلس الأمن من احتمال اندلاع نزاع جديد مدمر في قطاع غزة مشيرا بشكل خاص إلى أن اقتصاد القطاع ينهار بشكل كارثي الوضع في غزة مدمر للغاية وهذا ليس مجرد تهويل إنها الحقيقة البنك الدولي حذر مؤخرا من أن اقتصاد غزة في وضع انهيار مع نسبة بطالة رسمية تخطط الخمسين بالمئة كل المؤشرات الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية تواصل التراجع ولا تزال على حافة نزاع جديد قد يكون مدمرا للمزيد من المتابعين ينضم إلينا من القدس المحتلة السيد فضل تهبوب المحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية سيد فضل في ظل ما نشده من تصاد إسرائيلي وتهديد من عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة وهذا الحرك الشعبي المتواصل على الأرض في منطقة الحدود إلى أين تتجه الأمور إذن في قطاع غزة؟ كان واضح تماما أن الإسرائيليين لم يعد يتحملوا ما يجري على قطاع غزة أو على قطاع الحدود ويسلب لهم إزعاج كبير وبعض الأدرار وطبعا استثار لعدد كبير من الجيش الإسرائيلي وطبعا هناك مخاوف وأيضا هناك سكان في المنطقة عم بشعروا بالضعب والخوف والمدايقة وهذا الوضع إسرائيل لا تتحمله بشكل عام إسرائيل الوضع الداخلي بإسرائيل لا يتحمل أي سراعة أو أي مواجهات من هذا النوع حتى ولو كانت بالشكل الموجود في قطاع غزة عبرها عن عمل سلمي يعني دون قصر دون قنابل دون قتال هذا مدعمة حمل الإسرائيليين لأنهم مقررين أنه ممكن يكون في هناك انتخابات قديمة جديدة للحكومة الإسرائيلية وفي هذه الحالة متعودين الإسرائيليين أن يكونوا بعمل ما استعراضي حتى يحصلوا على انتخابات أفضل ويستخدموا طبعا القتال ضد السلسطينيين سواء في غزة أو في أي مكان آخر أو حتى في لبنان أو في سوريا من أجل رفع السموم في الانتخابات فهذه المرحلة اللي رغم أن نضع عليها فترة طويلة المسيرات في قطاع غزة إلا أنه الآن الإسرائيليين لم يتحملوا ويحاولوا طبعا أن يختلقوا مشكلة المحددة لمهاجمة قطاع غزة وطبعا أعلنوها بصراحة ووضوح أنهم مستعدين لضرب غزة بشكل قاسي ومدمر ولكن رغم كل ذلك إسرائيليين في الداخل لا يتحملوا أي نوع من الضغط العديد أيضا سيد فضلي أين المجتمع الدولي؟ أين المجتمع الدولي؟ نعم لكن أين المجتمع الدولي أيضا من ما يحدث من تصعيد إسرائيلي خاصة في ظل الرفض الدولي لقرارات الولايات المتحدة مثلا وهذا التصعيد لكن ربما لم يتم اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع اللي موجات مثل هذه الخطوة واضح تمام أنه عدم وجود حلول سياسية ووجود حصار كامل قطاع غزة ووضع اقتصادي سيء ووضع اجتماعي سيء هذا يؤدي إلى صراع تحت كل الشروط ويؤدي إلى المواجهة المباشرة طبعا نعم إسرائيل هي اليد العليا من ناحية عسكرية ولكن الشعب الفلسطيني صاحب حق وقضية وهناك قرارات وشرعية دولية لصالحه إسرائيل التي تلتزن فيها وإسرائيل هي التي تعيش خارج القانون الدولي بمعنى آخر هم الذين يتعدوا على حقوق الإنسان والقوانين الدولية والشرعية الدولية وليس قطاعها فإسرائيل تحاول في بعض الأحيان تغرب إلى الأمام وتختلق مشكلة أو معركة جديدة حتى تكسب الوقت أو تكسب مرحلة صالحة لا أقصر على أقل الإسرائيل مغامرين والإسرائيل خطرين والإسرائيل مستعدين لمعركة جديدة لصالح الانتخابات وليس لشيء آخر بشكرك السيد فضل طهبوب المحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس المحتلة المترجم للقناة جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني استعداد بروكسيل للمساهمة في دعم وإنشاء لجنة دستورية لسناف العمل على إنجاز انتقال سياسي يتمتع بالمصدقية في سوريا ورأت أن تنظيم مؤتمر بروكسيل الثالث حول سوريا في الرابع القادم سيكون بمثابة مساهمة في هذه العملية جذلك في بيان عقب مباحثات جمعت موغيريني في بروكسيل اليوم مع المبعوث الأممي لسوريا ستفان ديمستورا حيث بحث أحدث تطورات الأزمة في سوريا لسيما الوضع في إدلب وأكد الحاجة للتنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم التي توصلت إليها روسيا وتركيا ويزور المبعوث الأممي العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة بهدف التحضير للاكتماع الأول للجنة الدستورية بدعم من الاتحاد الأوروبي خلال شهر نوفمبر المقبل حيث من المقرر أن يغادر منصبه بنهاية الشهر ذاته تصدف تركيا قمة حول الوضع في سوريا برعاية الأمم المتحدة في 27 أكتوبر الجاري بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وستناقش القمة الوضع في إدلب والعملية السياسية الخاصة بتسوية الأزمة في إطار المناقشات الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء الأزمة السورية تستضيف تركيا قمة حول سوريا في إسطنبول في 27 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا مصادر مطلعة أشارت إلى أن القمة ستتناول بشكل خاص الوضع في محافظة إدلب المعقل الأخير للفصائل المعارضة في سوريا كما ستتناول العملية السياسية التي يفترض أن تقضي إلى تسوية النزاع الدائر منذ عام 2011 من جانبه قال رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية نصر الحريري إن مدينة إدلب تعيش ظروفا مطمئنة وأفضل من قبل مؤكدا أن اتفاق إدلب قد يمثل فرصة حقيقية لانطلاق العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لتحقيق مخرجات جينيف هذه التطورات تأتي بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلحين من تنظيم داعش يحتجزون نحو 700 رهينة في جزء من سوريا خاضع لسيطرة قوات تدعمها واشنغتون وأن التنظيم توعدوا بقتل المزيد وأن من بين الرهائن عددا من الأمريكيين والأوروبيين قال نائب الرئيس اليمنية الفريق علي محسن صالح إن إيران تدعم وترعى مشروعا تخريبيا وإرهابيا عبر ميليشيات الحوثي وأكد صالح خلال لقائه مع محافظ صعدة هادي طرشان عزم القيادة السياسية اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن المضي قدما للقضاء على ميليشيات الحوثي مشيدا بالتقدم الذي يحرزه الجيش اليمني في بلاده وذلك على مختلف الجبهات في محافظة صعدة بدعم قوة تحالف دعم الشرعية وشدد نائب الرئيس اليمني على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال عملية تحرير البلاد نجحت العملية العسكرية المتلاحقة للجيش اليمني في اليمن مدعوما بتحالف دعم الشرعية في عزل محافظة صعدة عن محافظتي الجوف وحجة بشكل كامل كما قتل عشرون عنصرا من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي في كمين نفذته القوات السعودية قرب الحدود مع اليمن بعد تجبيدهم خسائر كبيرة في صفوفهم خلال الأيام الماضية قتل العشرات من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي في كمين نفذته القوات السعودية داخل الأراضي اليمنية قرب الحدود السعودية مصادر عسكرية يمنية قالت إن القوات السعودية المشتركة مكونة من القوات البرية ومشات البحرية تعاملت مع العناصر الحوثية الملاقبة بكتيبة الموت واستهدفتهم بقذاف الهون والمدفعية ومساندة من مروحيات الأباتشي وطيران تحالف دعم الشرعية باليمن وضمرت تعزيزات الحوثيين وإمداداتهم في سياق متصل أكد العميدة روكن عبدو مجلي المتحدث باسم الجيش الوطني اليمنية أن القوات باتت تسيطر على مدريتي باقم واكتاف في محافظة الصعدة معقل ميليشيات الحوثيين شمال البلاد بالإضافة إلى نجاح العمليات العسكرية المتلاحقة للجيش في عزل محافظة الصعدة عن محافظتي الجوف وحجة بشكل كامل وفي مدينة الحديدة جدد طيران التحالف غارته على مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي داخل المدينة وشن التحالف غارتين جويتين على تجمعات الحوثيين جوار فندق الجزيرة العربية وغارتين بجوار منطقة السابع من يوليو مستهدفة تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات من جهة أخرى أسقطت قوات اللواء 35 مضرع في محافظة تعز طائرة تجسس مسيره تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الحجيرية وبحسب اللواء 35 مضرع العميد عدنان الحمادي فإن طائرة تجسس تابعة لميليشيات الحوثي كانت تحلق فوق سماء الحجيرية وترصد مواقع اللواء في ريف المحافظة حيث تم رصدها وإسقاطها في مدرية المواسط جنوب تعز حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من محاولة تقويض استقرار السعودية وتحجين دورها على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي معتبرة أن أمن منطقة الشرق الأوسط يعتمد على المملكة وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش على حسابه على موقع تويتر أن أبو ظبي ترفض محاولة تقويض استقرار السعودية مضيفا أن أمن المنطقة واستقرارها يعتمد على السعودية قال خطيب المسجد الحرام في مكة المقرمة خلال أصلاة الجمعة إن السعودية تواجه حملة افتراءات وشائعات دعيا سكان المملكة إلى التلاحم لمواجهتها وأشر الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز السودس إلى أن ترديد الاتهامات والادعاءات والحملات الإعلامية المغرضة لن يثني الرياض عن التمسك بمبادئها وثوابتها ودعا إلى الاعتمال على الحقائق وعدم بناء المواقف على الافتراءات قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ناجيب ميقاتي إن ما صار تشكيل الحكومة الجديدة وصل إلى نهايته بعد استكمال بعض الاتصالات والمشاورات الأخيرة متوقعا أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال وقت قصير وأكد ميقاتي أن عملية الأغذئ والرد التي تجري حاليا بين القوى السياسية بشأن الحصص والحقائب الوزرية هي أمر طبيعي عند كل تأليف للحكومة مشيرا إلى أن الخلافة على بعض التفاصيل لا يبدو معرقلا للمسار العام لتشكيل الحكومة لسيما أنه بات واضحا لدى الجميع ضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف منعا لدخول تحقيضات إضافية إلى الواقع اللبناني بسبب التطورات في المنطقة قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن نيكي هيلي إن الحكومة الإيرانية تستغل الأطفال في القتال لفرض سطوة النظام لفتة إلى أن ميليشيات البسيج الإيرانية تجند أطفالا وتشركهم بالقتال في حروب خارجية وقالت هيلي في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي إن الدول التي تتعامل مع حكومة إيران بوصفها حكومة طبيعية تغفل عن أن هذه الحكومة تستغل أطفالهم في القتال لفرض سطوة النظام ونفوثه ووضحت المندوبة الأمريكية أن بلدها توصلت مؤخرا لبعض مصادر تمويل البسيج وبناء عليها قامت بتوقيع عقوبات على عشرين مؤسسة تمول هذه الميليشيات وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المكسيك وذلك وسط أزمة هجرة تشهدها أمريكا الوسطى وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود مع المكسيك لمنع دخول آلاف المهاجرين ويلتقي بومبيو اليوم مع رئيس المكسيك بنيتا نينيتو في العاصمة مكسيكو حيث سيتم بحث ملف مكفحة الهجرة غير القانونية كان ترامب قد هدد في تغريدة على تويتر بنشر الجيش وإغلاق الحدود الجنوبية لبلاده لوقف مجموعات كبيرة من اللاجئين متجهة إلى الولايات المتحدة مع انضمام المزيد من هندوراس والسلفادور لألاف المهاجرين في جواتمالة في تحركهم نحو الشمال كما جدد ترامب تهديداته بقطع المساعدات المالية لدول أمريكا الوسطى المعنية بمسألة الهجرة قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات تجديد نصفي للكونغرس سعد رئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته في مواجهة المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية فبعد التهديد بقطع المساعدات المالية عن أمريكا الوسطى لوح ترامب بالاستعانة بالجيش لوقف مجموعات كبيرة من اللاجئين متجهة إلى الولايات المتحدة مع انضمام المزيد من هندوراس والسلفادور لألاف المهاجرين في جواتمالة في تحركهم نحو الشمال هناك العديد من الأسباب فهؤلاء المهاجرون البالغ عددهم أربعة آلاف شخص وودوا أن أشكر الحكومة المكسيكية لأنها تمنعهم قبل الوصول إلى حدودها وكما تعلمون لدي القدر على إرسال الجيش للدفاع عن حدودنا الجنوبية وذلك إذا تطلب الأمر تصعيد إدارة ترامب يتزامن مع مغادرة نحو ثلاثة آلاف مهاجر في الأيام الأخيرة من هندوراس تلبية لدعوة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعية لأعبر الحدود مع جواتمالة والتوجه نحو المكسيك هرب من العنف والفقر في بلادهم وبحثا عن حياة أفضل في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي أناني لأنه يعلم بوجود أناس معهم أطفال يعانون نحن لا نرغب في مغادرة بلادنا من أجل المغادرة فلا يوجد مستقبل لنا وأيضا الجرائم تدفعنا إلى مغادرة بلادنا وبحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة يعبر أكثر من نصف مليون شخص كل عام الحدود الجنوبية للمكسيك بشكل غير قانوني في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة ويفرون من العنف والفقر في جواتمالة والسلفادور وهندوراس وكان رئيس الأمريكي ومنذ دخوله البيت الأبيض قد تبنى سياسة متشددة لمكافحة الهجرة وسعى لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لكنه لم ينجح في إقناع الكونغرس بإقرار التمويل اللازم لتنفيذه نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد وقفتنا الاقتصادية اتفاق بين وزراء دفاع دول الأسيان على تبادل المعلومات بشأن الإرهاب والتطر اشتركوا في القناة الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر ختام فعالية تدريب المصري السعودي المشترك تابوك أربع ملتقى سانت كاتري للسلام العالمي يؤكد أن الإرهاب لدينا له ويشيد جهود مصر في محاربة التطرف والآن وصلنا إلى محطتنا الاقتصادية وجول في أخبار المال والأعمال مع الزميلة ياسمين القفص بعدها تتفقد مشاهدين ومتابعين الكرام مرحبا بحضراتكم في وقفتنا الاقتصادية أبرز ما فيها ولكن بعد قليل الإسكان تعلن عن مهلة سنة دون مقابل للمشروعات العمرانية للاستكمال وإعفاءات من غرامات التأخير في حالة سداد المتأخرات للمخصص لهم وحدات سكنية إلى التفاصيل حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح جميع المشروعات بنشاط عمراني متكامل أو خدمي والتي بلغت نسبة إنجازها 95% مهلة سنة دون مقابل مادي لاستكمال باقي الأعمال بالمشروع كما قررت الهيئة العفاء عن سداد غرامات التأخير للمواطنين المخصصة لهم الوحدات والأراضي المقامة والمبعى بمعرفة الهيئة والساري تخصيصها فقط أشارت الهيئة إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد وذلك فور انتهاء المدة المقررة لثلاثة أشهر اعتبارا من الـ 21 من أكتوبر الجاري على أن تسري هذه التيسيرات فقط في حالة سريان التخصيص ولا تسري على حالة الإلغاء حقق هذا البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقذي مكاسبة بلغت نحو 16.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 766.9 مليار جنيه أشارت تقرير الأسبوعي للبورصة إلى ارتفاع عداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 2.72 من المئة في المئة وارتفع معشر الأسم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة أو بنحو 88 من المئة في المئة أعلن أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي أن المكتب التنفيذي للغرفة العربية الألمانية قد قرر في اجتماعه اليوم في ميوناخ اختيار مصر ولأول مرة ضيف شرف المنتدى الاقتصادي الألماني العربي باعتبارها من أهم الدول الجاذبة للاستثمار يعد المنتدى والذي سيعقد في برلين خلال يونيو القادم من أهم المنتديات الاقتصادية العالمية يأتي هذا في حين تشارك الغرفة العربية الألمانية تشارك في المنتدى الألماني العربي للطاقة والذي يوعد في القاهرة يومي 24 وال25 من الشهر الجاري وسيقوم وفد من رجال الأعمال والشركات وعضاء البرلمان الألماني بالزيارة لمنطقة قناة السويس على هامش المنتدى أكدت وزيرة التخطيط هلا السعيد أن اتاحة السداد الإلكتروني لخدمات الشهر العقاري المتاح سدادها إلكترونيا من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية يأتي في إطار حرص الوزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونية أوضحت السعيد أن اتاحة هذه الخدمات يأتي أيضا على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري وستراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل في المغرب أعلنت الحكومة أن مشروع الموازنة للعام 2019 من المتوقع أن تقلص العجز إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم وذلك انخفاضا من 3.8% متوقعة في 2018 ذكرت الحكومة المغربية أن نفقات الاستثمار ستصل إلى 195 مليار درهم في 2019 بزيادة 5 مليارات درهم عن العام الحالي كما تخطط الحكومة لإنفاق 17.67 مليار درهم على دعم القمح وغاز الطهي والسكر بزيادة 4.65 مليار درهم عن العام الحالي سجلت العصار في اليابان ارتفاعا بنسبة 1% في سبتمبر وسط استمرار مساعي ثالث أكبر اقتصاد في العالم السيطرة على انهيار الأسعار بلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 1% في سبتمبر وهي أعلى نسبة منذ شهر فبراير غير أن هذه النسبة تقعدون عتبة الـ 2% والتي حددها المركزي الياباني هدفا طباطع نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.5% في الفصل الثالث من العام ليصل إلى أدنى مستوياته الفصلية منذ 9 سنوات تشير البيانات إلى طباطع متواضع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث بدأت جهود حكومية استغرقت سنوات لمعالجة مخاطر الديون تضغط على النمو في الوقت الذي تهدد فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة الصادرات وصلنا إلى نهاية وقفتنا الاقتصادية ولكن بانورامانيل مازالت مستمرة مع زميلي محمد شعبان ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد اتفق وزراء دفاع دولي جنوب شرقياسي على مجموعة من القواعد الإرشادية للتعامل مع المواجهات الجوية غير المتوقع بين طائراتها العسكرية إضافة إلى اتفاق لتبادل المعلومات بشأن الإرهاب وتطرف ووقع قادة رابطة دول جنوب شرق أسيا المؤلفة من عشر دول الإعلان المشترك بعد اجتماع في سنغفورة واتفقت الدول العشر أيضا على تبني مبادرة أعيوننا التي أطلقتها ست دول أعضاء في يناير كمنصة لتبادل المعلومات بشأن الإرهاب والرادكالية وتطرف العنيف والتهديدات الأخرى غير المعتادة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر والآن مشاهدين الكرام نتبع معكم هذه اللقطات المصورة لزيارة الرئيس عبد الفتاح أسيسي فجر اليوم لإحدى القواعد الجوية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة